الآن من من أين نشأ التشوه والتشويش؟ التشوه والتشويش نشأ في واقع الأمر من أكثر من جهة دعني أختصرهم في ثلاث جهات الجهة الأولى نشأ من الفكر والطراث الإسلامي نفسه في واقع الأمر علماؤنا الذين يرميهم هؤلاء الذين لا يفهمونهم يرمونهم بالجبن والنفاق علماؤنا هؤلاء كانت لهم ألفاظ شديدة وقاسية في حكام زمانهم هذه الألفاظ الشديدة والقاسية إذا قرأها المعاصر يتصور إن حكام هذه الأزمنة كحكام أزماننا المعاصرين وهذا غير صحيح تماماً هذه أمور لا يكتشفها إلا من تعمق في قراءة التاريخ هذه أمور غير صحيحة لأن هؤلاء العلماء إنما يعني تراثون الإسلامي فقهنا الإسلامي كان دائماً ما يقيس الحكام على الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين ذروة شيء عالي جداً مثال نموذجي حاجة يعني شيء لا يكاد يوصل إليه فبدى بالقياس إليهم كل من بقي في التاريخ الإسلامي بدوا نماذج ضعيفة وهزيلة فكثير من يعني ما يمكن أن نسميه قصوة علمائنا على هؤلاء الحكام في الزمن القديم إذا قرأها المعاصر ظن أن هؤلاء الحكام في ذلك الزمن كحكامنا الآن والفارق بينهما شاسع جداً يعني أنت ترى أن الأئمة في عصور الجهاد يعني ذكرنا في المرة الماضية مثلاً كلمة القرطبي عن حكام زمنه والقرطبي عاش في أواخر عصر الأيوبيين وفي أوائل عصر المماليك ومات في زمن الظاهر بيبرس فترة مليئة بالجهاد هذا مثلاً غير موجود الآن لا تجد واحداً من هؤلاء حكام المعاصرين الآن يجاهد بل هم يطاردون من يجاهد ويضعونهم على قوائم الإرهاب فكثير من العبارات التي قالها علماؤنا فهمها المعاصرون فهماً خاطئاً مع أنهم لو تأملوا لعلموا أن هؤلاء العلماء إذا كانوا ينطقون بهذه الألفاظ القاسية فيعني هذا أنهم لم يكونوا لا منافقين ولا جبناء هذا رقم واحد رقم اثنين إن الوضع المعاصر الذي نحن فيه كانت فيه محنتان في وقت واحد المحنة الأولى هي محنة التفوق الغربي التفوق الغربي الديمقراطية الغربية مسألة تسليم السلطة وتداول السلطة والقوة الغربية التي صنعت في بلادنا متغربين وكذلك أخذت من أبنائنا مبتعثين درسوا هناك الغربيين بقوتهم ومن انبهروا وأعجبوا بهم من أبناء أمتنا هؤلاء أيضاً تصوروا إن هذا الغرب المعاصر وصل إلى ما لم يصل إليه علماؤنا وأنهم استطاعوا أن يصلوا إلى الحرية والشورى والديمقراطية التي لم يستطع فكرنا الإسلامي أن يطبقها وغفلوا عن الفارق الكبير بين نظام الحكم الإسلامي وطبيعة المجتمع الإسلامي وبين نظام الحكم الغربي وطبيعة المجتمع الغربي وحتى لما ظهر أن كثير من المستشرقين الغربيين المنصفين يعني يدركون هذا الفارق ويتكلمون في فضائل المجتمع الإسلامي لم يتأثر بهم كثيراً هؤلاء المنبهرين الغربيين الفئة الثالثة أو العنصر الثالث الذي ساهم في التشويه هو علماؤنا المصلحون علماؤنا المصلحون أيضاً حين حاولوا دفع الاستبداد وحاولوا مجاهدة الاستبداد أيضاً خرج منهم بالذات من لم يكن منهم متعمقاً في قراءة التاريخ خرج منهم كثير من القصوة على التاريخ الإسلامي في واقع الأمر وحصل منهم نوعاً من القصوة على علمائنا المسلمين وهؤلاء العلماء المعاصرون المصلحون لأنهم مصلحون ولأنهم يكافحون الاستبداد ولأن لهم مواقف مشرفة كثيرة فتأثر بهم بل أقول خدع بكلامهم هذا كثير من المصلحين أيضاً فوقر في أذهانهم أن العالم الإسلامي بعد فترة الراشدين عاش حالة من السوء ومن الظلم والاستبداد ونحو هذا وهذه كما ذكرت أمور لا يطلع على حقيقتها إلا من تعمق في التاريخ فهذه العناصر الثلاثة قصوة علمائنا الأقدمين على حكام زمانهم مما نفهمه الآن وكأنه نظير لما يفعله حكام زماننا التفوق الغربي والمتأثرون به العلماء المصلحون والذين كانوا يدافعون الاستبداد في زمن التفوق الغربي هذه العناصر الثلاثة سببت هذا التشوه والتشوش في حكم المتغلق